الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيد ولد آدم وخير من تلى كتاب الله حق تلاوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الذين تبعوه صلى الله عليه وآله وسلم في نهجه وفي وحيه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد حياكم الله أيها الإخوة الكرام في كل مكان في برنامجكم حق التلاوة هذا البرنامج الذي يأتيكم في هذا الشهر شهر رمضان شهر القرآن والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى حق تلاوته ومعنى حق تلاوته والله أعلم يقيمون حروفه ويعملون كذلك بحدوده يقيمون حروفه وحدوده فهذا البرنامج بإذن الله عز وجل نحرص فيه على الأداء والتطبيق ومشاركات الإخوة الكرام والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا في هذا الأمر وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله فكونوا معنا بعد هذا الفاصل حتى نبدأ معكم مشوارنا في هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم فقرتنا لهذا اليوم في هذا البرنامج هذا البرنامج يأتيكم بشكل يومي بإذن الله عز وجل في نفس هذا التوقيت وقد بدأ وشرح لكم الإخوة كذلك المقدمين لهذا البرنامج أننا بإذن الله سنقرأ الوجه الأول من بدء كل جزء حسب ترتيب أيام رمضان اليوم موعدنا معكم بإذن الله عز وجل مع اليوم السادس في رمضان مع الجزء أو بدء الجزء السادس من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة النساء إن شئتم أن تتابعون في هذا الأمر بارك الله فيكم فنفتح المصحف على صفحة 102 صفحة 102 الآية 148 من سورة النساء نتلو الآيات في البداية ونستعين بالله سبحانه وتعالى وتستمعون إليها ثم نعلق بعد ذلك بعض التعليقات ونوضح بعض اللحون التي قد يقع فيها بعض الإخوة ونحذر منها ثم بعد ذلك بإذن الله نستمع إلى تلاوة إخواننا المشاركين في الاتصال وكذلك المقاطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَأَخَاً غَلِيْظًا نفعنا الله وإياكم بما قرأنا وبما مسامعنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا ودليلنا إلى جناته جنات النعيم هذه الآيات أيها الإخوة الكرام استمعناها من سورة النساء وقد نعلق بعض التعليق وبعض التوضيح في هداية الآيات وليس من باب الإطالة على إخواننا الكرام فمقصد البرنامج هو التلاوة وكذلك الاستماع إلى التلاوات وتصحيح التلاوة لكن إن أردنا أن نخرج بفائدة من هذه الآيات الكريمة وهي من هداية هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أخبر جل في علاه سبحانه لا يحب الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يقول العلماء ما معنى الجهر بالسوء السوء قالوا كل ما يجتمل على هذا المعنى أو عليه هذا اللفظ من شتم ومن السب ومن اللعن ومن الغيبة ومن النميمة وكذلك من بذاءة القول وفحش القول نسأل الله العفو والعافية إذن المسلم حريص على ماذا نقاء سريرته وكذلك نقاء ظاهره من الأقوال ونظافة لسانه كذلك نظافة هذا اللسان أيضا لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يذكر مظلمة عند حاكم أن فلان قد ظلمه وشتمه وفعل به كذا وكذا فهذا مستثنى كما ذكرت الآيات الكريمة إلا من إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وهذا الفعل الماضي كما تلاحظون يقول أهل اللغة أن صيغة الماضي تدل على الثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الأزلية سبحانه أنه سميع عليم فالمراد ليس فقط في معنى نزول هذه الآية أيضا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم تتبين أو الآيات تكمل المعاني الأخرى في معنى أو معاني الإيمان وأركان الإيمان العظيمة فمن يفرق ومن يقصر في حق ركن من هذه الأركان أركان الإيمان المعلومة من يفرق بين الله الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ويفرق أيضا بين الرسل يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض فهذا لا يعتبر مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى فقد قرر الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ لقد قرر الله له سبحانه وتعالى أنه كافر أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بالمقابل المؤمنون يوم القيامة الذين آمنوا بأركان الإيمان كاملة وأخذوها ولم يفرق بين الله ورسله وآمنوا بالرسل إجمالا وبما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام كذلك وتفصيلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فقد توعد الله سبحانه وتعالى الكافرين بالعذاب المهين ووعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومعهم وعدهم بماذا أن يؤتيهم أجورهم وأن يوفيهم أجورهم سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما ثم تبدأ تكمل الآيات مسيرة نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وآله وسلم موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا فعل به قومه وكذلك حكاية اليهود وكذلك حكايتهم مع النبي موسى وتعنتهم في الإيمان برسالة النبي موسى والأنبياء كذلك فهؤلاء الصنف من الناس الذين قد تسببوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالأذى وبالمشقة وكذلك سيلقون يوم القيامة وزرهم وعذابهم المهين عند الله سبحانه وتعالى هذا بشكل عام يعني هداية هذه الآيات وقلنا ليس المقصد في هذا التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ معكم الآن في بيان بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الإخوة وكذلك نعرض لكم بعض أسباب اللحن ولا ريبة أو لا ضيرة إن جاءت مشاركات الإخوة تشاركون إن شاء الله بقراءة هذه الوجه أو أي وجه تريدون في الجزء السادس وهو مقررنا في هذا اليوم ثم نبين بعض الأخطاء التي نريد ماذا نريد أن نتجنبها نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالاستماع إلى تلاوة إخواني الكرام نستمع إلى تلاوة أخي يحيا من موريتانيا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله يحييك تفضل مبارك عليكم الشهر يا أخي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء إن القول إنا من مورم فكان الله سنيعا عليما إن تبدو حيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفلقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتبنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفلقوا بين أحد منهم أهم أولئك سوف نوطيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما أحسن تبارك الله فيك أخي يحيى أخونا يحيى قرأ لنا على رواية ورش ورش رحمه الله يبدل الآية الياء بقوله تعالى أولئك سوف يؤتيهم يقرأها سوف نؤتيهم إبدال إبدال الياء نونا إبدال الياء نون سوف نؤتيهم بارك الله فيكم على هذه التلاوة الطيبة كنا نتمنى أن تستمر معنا بهذا الأداء الطيب إن كان من باب التحذير أيها الإخوة الكرام فبعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الإخوة في باب اللحون ولها أسباب كثيرة سنعرضها الآن بعد أن نأخذ اتصال أخينا أبي بلال من المغرب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك أخي بلال تفضل وإياك سأقرأ إن شاء الله برواية ورشة النافع نعم من طريق الأزرق من طريق مع توسط البدل تأخذ توسط البدل سنشير إذا سمحتنا إذا سمحتنا شاشة الله جزاك الله خير ما سمعت أخي بلال عفوا تفضل شاشة جزاك الله خير حاضر اعرضوا الشاشة للإخوة الكرام فضل فضل أخي بلال جزاك الله خير وإياكم فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من غرم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خير لو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان أسواً قديراً إن 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 وإبعون ويحب دعوك ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مغينا جزاك الله خير أخي بارك الله فيك على هذه التلاوة فالآيات إن شئنا يعني المتصل الآخر للأخ الفاضل إن قرأنا في الآيات يسألك أهل الكتابي ننبه على مثل ما تفضل الأخ الفاضل الأشار أنه يقرأ من طريق الأزرق بتوسط البدل مع اجتماع الياءات له موسى مع البدل وهي وآتينا إذا وسطنا البدل فإننا في هذه الحالة يكون عندنا تقليل موسى موسى عند ورش كذلك ننتبه أيضا قوله تعالى لا تعدو عند ورش يقرأها لا تعدو لا تعدو المعذرة لا تعدو لا تعدو هذا عند ورش والله تعالى أعلم طيب الآن نعرض عليكم ريثما تأتي اتصالات إخواني الكرام وكذلك نستمع إلى مقاطع الإخوة التي أرسلوها طيب الأخ وليد من المغرب نستمع لتلاوته السلام عليكم أخي وليد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي وليد فضل تقرأ لنا على ورش أخي وليد أخي وليد فضل السلام عليكم نعم اقرأ لنا من قولي تعالى يسألك سنعرض لك الآيات يسألك أهل الكتاب تفضل أعوذ بالله من أعوذ بالأعليات سنعرض لك الآيات أعوذ بالله اسمعني من الهاتف يا وليد اسمعني من الهاتف أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب نحن قلنا إذن ورش يقرأوها لا تعدوا لا تعدوا لا تعدوا ياريت الأخ الفاضل يعني إن شاء الله يعاود الاتصال بنا ونستمع إلى هذه الآيات حتى نرى وجه الاختلاف عند ورش رحمه الله أستمع إلى تلاوة أخي علي من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب أخونا من معنا؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا حسنت أخي علي بارك الله فيك لكن احذر من تفخيم السين احذر من تفخيم السين حتى لا تنقلب إلى صاد سل سل لا سلطانا سلطانا أخي كمال من فرنسا السلام عليكم كمال سلام عليكم طيب أخي محمد من السعودية السلام عليكم وعليكم سلام تفضل أخي محمد فضل اسمعني من الهاتف طيب كمال ولا من أخي كمال سلام عليكم نعم اسمعونا من الهاتف أخوان الكرام يعني نهيب بالإخوان يستمعنا من الهاتف مباشرة طيب أخونا محمد معانا من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تقفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله وغسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وغسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا حسبك ما شاء الله أخي محمد تلاوتك وأداؤك وتطبيقك ومرعاتك للأحكام الأساسية بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك نستمع إلى تلاوة حسام من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله جزاك الله خير على هذه الأداء الطيب المبارك كذلك ننبه إخواني على الوقف على التاء المربوطة جهرة فنقرأها بالهاء جهرة إذا اضطررت للوقف فتقرأها هاء حتى لا تنقلب إلى فتحة جهرة وهكذا بارك الله فيكم أخي عبد الإله من المغرب السلام عليكم السلام ورحمة الله فضل أخي عبد الإله أقرأ برواية وحشة عن نافع طيب تقرأ لنا من قوله تعالى يسألك تفضل أعرضوا الآية أعوذ بالله من الشيطان الرزيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماح فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرم الله جهرة فأخذتهم الصائقة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العزل من بعدنا جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا تأخذ بالتوسط أخي ولا لا عبد الإله نعم أو القصر وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بمساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبس وآخذنا منهم ميثاقا غليدا طيب جزاك الله خير أخي عبد الإله تلاوة وأداء طيب هناك بعض الأحكام بارك الله فيك إن شئت أن تأخذ بها فهذا يزين القراءة على حسنها بارك الله فيك فهناك أحكام أساسية مثل الميم المشددة ثم كذلك مثلا الإظهار ميثاقا غليدا ميثاقا غليدا أنا أريد العبد الإله أن تراجع الفرق ما بين التقليل في رواية ورشن وما بين الإمالة بارك الله فيك لعلك تراجعها فكأني والسامعين قد استمعنا إلى قولك موسى هذا إمالة والله أعلم فالتقليل أقل ويكاد لا يبين يكاد لا يبين لعلك تراجع هذا الأمر جزاك الله خير على هذا الأداء الطيب أخي كمال من فرنسا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان أفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أحسنت أخي كمال ما شاء الله تبارك الله يعني قراءتك طيبة ومراعاة إخواني للتنبيه بشكل عام إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله يعني هنا الوقف يعني غير يعني ليس له معنى ممكن أنا أراعي الأمر إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله لمتعلق يعني لمتعلق بعده كذلك كذلك مثلا ويريدون أن يفرقوا ترجع إذا اضطررت للوقف وتقول ويريدون أن يفرقوا والله تعالى أعلم طيب نخرج إلى هذا الفاصل ونستأنف بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل معكم تلاوة والاستماع لتلاوات إخواننا الكرام فكونوا معنا القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوات يستعيد بالله من الشيطان فإذا قرأت القرآن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويرتل القرآن بتمهول وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيد بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها الإخوات من جديد نكمل معكم الاستماع إلى تلاواتكم طيبة المباركة ونستمع الآن إلى تلاوة أخي سلطان من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ما شاء الله يعني الحقيقة إخواني الكرام الإنسان يفرح حينما يسمع مثل هذه التلاوات والأداء الطيب المبارك يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يكون خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به سامعه وقارئه كذلك نستمع إلى تلاوة أخي عماد من السعودية أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا جزاك الله خير أخي عماد على هذا الأداء الطيب المميز وهذا الذي نريد أن نصل إليه الآن يعني درجة عالية من الإتقان في تلاوة كتاب الله ولا نزكي على الله أحدا بارك الله فيكم الشيخ عماد قرأ بوجه القصر قصر المنفصل وطبعا إذا قرأنا بوجه الطيب أو قصر المنفصل فعلينا مراعاة الوجوه المعلومة في هذا الوجه أخي ياسين من الجزائر السلام عليكم معنا ياسين طيب أخي محمد من ليبيا نعم طيب نستمع إلى تلاوة أخي الثبيتي من السعودية أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أزاك الله خير حسبك أخي الثبيتي ما شاء الله أداء طيب مبارك ما شاء الله الله مبارك أخي أنس من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام الله يحييك تفضل أخي أنس تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيراً أو تهفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديراً إن الذين ككفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً بارك الله فيك ما شاء الله أخي جزاك الله خير على هذا الأداء طيب كلمة من ظلم ظلم الميم حرف توسط حاول أن نظهرها ظلم ظلم لأنك لو لم تظهر الميم لقرأة ظلم ظلم وهكذا ننبه إخواني على أرقام الاتصال كذلك يمكن بإذن الله المشاركة عبر مقاطع الواتس في البرنامج فمقر التلاوة إن شاء الله في يوم السبت القادم تحددون بداية الجزء الذي سيكون يوم السبت القادم بإذن الله وترسلون على هذا الرقم الذي ظهر أمامكم المقاطع التي تودون المشاركة فيها بارك الله فيكم نستمع إلى تلاوة أخي أيضا عصام من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم أكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا جزاك الله خير أخي عصام جزاك الله خير لما أنت مستعجل فإذا قرأت قراءة حدر تقرأ جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة قراءة حدر تقرأ فيه للتسميع أو للتظهير إظهار الحفظ لأنك في هذه الحالة قد تفوت حتى في حدر حتى في الحدر يا أخواني الكرام العلماء يقولون علينا مراعاة الأحكام الأساسية الغنى الغنان وهكذا نعم أخي محمد من تونس السلام عليكم أخي محمد من تونس السلام عليكم سلام اقرأ اسمعني من الهاتف مباشرة مباشرة حال تفضى ابدأ طيب طيب فصل مع طيب أخي محمد من ليبيا سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله كل عام ونتم خير إن شاء الله بمناسبة بارك الله فيه الله بارك ومراك تفضل أخي تفضل أسمعنا صوتك الجميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء إن القول إلا من ظلم أخي محمد أخي محمد سلام عليكم وعليكم السلام لا يحب الله لفظ الجلال فاعل إذا قلنا فضل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليها إن تبدو قيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ورسوله إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون 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 أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض الكتب ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيلا جزاك الله خير بارك الله فيك حسبك جزاك الله خير الآن بالنسبة إلى قوله تعالى إن تبدو تبدو الواو هنا ما الطبيعي فإذا اختلست منها الحركة أصبحت إن تبدو تبدو ضمة وهذا غير صحيح إن تبدو خيرا كذلك في خاتمة الصفحة يا أخواني نحذر أيضا حينما نقرأ قوله تعالى وأخذنا منهم ما الطبيعي ألف إذا اختلست جزء من الحركة أو من المد فستقرأ ماذا ستقرأ وأخذنا منهم أصبحت نن نسوة فالمعنى هنا المعنى هنا قد أصبح ماذا تغير وهذا يسمى ينتقل من أنواع اللحن الجلي اللحن الجلي فعلينا مراعاة المد في حاله والذي يمد يمد والذي لا يمد لا يمد وهكذا وهذا يسمى أيضا حق التلاوة وهذا يسمى من حق التلاوة طيب نستمع إلى تلاوة أخي محمد من مصر أحمد اتصال فضل طيب أخي أحمد من بلجيكا السلام عليكم وعليكم وصلاة ورحمة الله وبركاته كيف حالك أخي أحمد أحمد لله رب العالمين تفضل تفضل أحمد لله بارك الله فيكم فيكم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أحسنت أخي أحمد بارك الله فيك كلمة سوء وماء وجاء وسما قلنا من الحلقات في برنامج آخر أنه إذا وقفنا على المد الواجب فيجب مده يصبح من أنواع اللازم يصبح أو يأخذ حكم اللازم فيمد ست حركات إذا وقفت على سوء كلمة سوء فتمدها ست حركات فينتقل إلى من أنواع المد اللازم مثل قراءة أخي الكريم هو لم يقرأ على ورش لكن بعض الحروف مرققة لديه وهذا النوع من الناس الفضلاء يقول عنهم العلماء التجويد هذا نوع قد يخطئ ولكنه يؤجر بإذن الله لماذا؟ الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فهذا يحاول القراءة ويتعلم ويجلس عند المشايخ لكن ماذا؟ العجمة أو اللهجة تغلب عليه مع محاولته جزاه الله عننا خيرا وجميعكم كذلك أخي محمد من مصر أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير إذا تقف على كلمة جهرة كما قلنا تراعي بيان همس الهاء جهرة أخي أيضا من معنا؟ محمد نستمع لتلاوة أخي محمد أو مسعود من السورية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا طيب أخي وضاح نستمع معالش لضيق الوقت جزاك الله خير نستمع لتلاوة أخي وضاح من اليمن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا جزاك الله خير بارك الله فيكم جزاك الله خير ما معنا وقت حتى نأخذ تلاوة أيضا نأخذ تلاوة أخي ماجد آية واحدة فقط نعم الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما بارك الله فيكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم موعدنا بإذن الله معكم غدا مع أخ فاضل شيخ فاضل آخر أيضا في برنامج حق التلاوة أشكركم بعد شكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه سبحانه وتعالى ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا القرآن وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وكذلك أن ينفع به الإسلام والمسلمين الشكر لكم كذلك الإخواني في الاستوديو جميعا الذين بإذن الله عز وجل كان لهم دور كبير طيب في إصال هذه المادة لكم إلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته